يبدو أن فصائل الدمي ليست متساوية في البعد أو القرب من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين هذا ما بيّنته دراسة حديثة قام بها علماء من جامعة هارفرد الأمريكية وشملت تسعين ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخامسة والسبعين وتمت متابعتهم لأكثر من عشرين عاما وتبين أن أصحاب فصيلة الدمي A.B. وهي الفصيلة الأكثر ندرة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 23% عن أصحاب فئة O التي تعد الأكثر شهرة والأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في مقابل 11% للأشخاص ذوي فصيلة دمي B ونحو 5% لذوي الفصيلة A ويرجع سبب كون فئة A.B. الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إلى وجود جينات معينة تسبب ارتفاع مستويات البروتينات لديهم التي من شأنها أن تزيد حدوث تخثر الدم وتصلب الشرايين وتشكيل لويحات الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد شرايين القلب ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب على عكس فئات الدم الأخرى وأفاد فريق البحث أن الذين يحملون فئات دم عالية الخطورة عليهم الانتباه أكثر لتقليص هذا الخطر مشيرين إلى إمكانية مكافحة هذا العامل الجيني عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي يشتمل على نظام غذائي متزن وغني بالأسماك لوفرة الأوميغا ثري فيها التي تحمل قلب والانتظام في ممارسة الرياضة ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول والوزن رشخيات العربية